هل منتخب الجزائري على خطى شقيكو مصر بتعادل في المباراة التانية على التوالف واستأداء غريب وحاجات غريبة بيعملها جمال بالمودي وزي ما كاتب في الثامنيل ماذا يفعل بالمودي حاجات كتير هل نتكلم فيها نهاردة عن مباراة الجزائر وبركينة فسو وحزوز الجزائر في السعود سواء اول او تاني للمجموع هل نتكلم في كل حاجة نهاردة عن الجزائر وبركينة فسو هلو خش باقي حاجة ينزل اعمل لايك لو مارت شيفني اعمل اشتراف القناة على الجرس عشان حلقات قهوة الكان تجيلك اول ما تنزل او تقول ويلا بينا نخلش في الحلقة انا بيجي اهجيب حلقة جديدة من قهوة الكان وحالة النهاردة هنتكلم عن مبارات الجزائر وبركينة بنقتصد طبعا معنا المباراتين اللي اهنا فوتناها مبارات المغرب وتانزانيا ومبارات مصر وغانا كان في بعض الظروف ما عارتش اصور من الماتشين وبنسبة كبيرة ما عارتش افرج الماتشين اصلا بشكل متعمك انا عشان اعمل عنهم حلقة ولكن خلينا النهاردة في مبارات الجزائر وبركينة في البداية جمال بن ماضي بدأ المباراة بتغييرات في التشكيل بتغييرات في التشكيل منها تغيير اه التراري هو ملوش داخل فيه اسماعيل بن ناصر اتصاب في عضلة العضلة الخلفية تقريبا العضلة الامامية فاضطر ان هو يبدله بزروكي تمام ولكن الحاجة اللي كانت بالنسبة لي انا مش فهمها هو ليه عمل كده وان هو بدأ بسوفيان في جولي النهاردة على حساب فارس شعيبي ليه بدأت بيه انا مش عارف وده هنجيله في الكلام قدام من احنا ليه قلت سوفيان في جولي لأ او ليه سوفيان في جولي مش فارس شعيبي ماشي منتغب الجزائري في مباراة انجولا انت بدأت المباراة ضغط ضغط على كبير قوي على انجولا خانق انجولا في نص ملعبها خانق انجولا مش بخلتها بتتلعب الكورة خانق انجولا جدا في بداية الماتش واللي انت لعبت خمسة واربعين دقيقة اولى ممتازة جدا وردت تخرج كمان واحد سفر ده موتش انجولا وبعد كده بدأ بتاعك وقع والدنيا بوضط فالطريقة انت تخرج بتاعه لقدام انجولا ولكمباراة النهاردة انت ما عملتش نفس اللي عملته في مباراة انجولا انت ما ضغطتش الضغط الشرس الاقالي انت ما خنقتش بوركينة انت ما حاولتش اللي انت تخلي بوركينة ما يعرفش تلعب الكورة فسنا تحت ضغط حتى لما كنت بتحاول تضغط كان بوركينة برضو بتلعب الكورة على الارض عادي جدا ما كنتش بتدايقه ما كنتش بتدايقه كان بيتلعب الكورة على بلات توريه ويستلموا الكورة باريحية ويبصوا وراهو الدينة تبقى جميلة لان انت عندك في نفس المال عبزروكي ونبيل بن طالب انا بصراحة من وجهة نظري كنت شايف ان انت محتاج كنت تاخد معاك اه عدلانك ديورة جنبك حتى لو عددك يبقى معاك في القيمة بتاعة البطولة يعني انت نهارده نبيل بن طالب ويزروكي انا مش شايفه من لما قادريني يتفوق على النص مال عب بوركينة لان الاتنين ما قطعوش الكورة بشكل كبير ما كانوش عارفيني يتلعبوا الكورة من ورا لقدام ويتتلعب الكورة على الارض زي ما كنتتلعب ماتش اللي فات على فارش عيبي وعلى اسماقيل بن ناصر ويبتحاول تتلعب الكورة على الارض نهارده طاريت تلعب كورة طويلة كتير التخب الجزائري عندك او انت كجمال بالماضي من زمان معتمد على الاطراف مش اقول لك بقى من سنة ولا من سنة لا ده من الفين وتسعتاشر من ساعة ده اخد البطولة من ساعة مخد البطولة وهو معتمد على الاطراف بتاعته يوسف بلايلي ورياض محرز والباكات اللي اللي بتكمل علشان تعمل جبهات وسنائيات مع الوينجاب بتاعتك سوابا يوسف عطال مع رياض محرز او رامي بن سابعيني او اه ايات نوري في البطولة ديا مع يوسف بلايلي وبما قاعدك طبعا ادم والناس ومعاك كمال لعبين مميزين اكتر زي عمورة للنزل النهاردة كان مميز جدا 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 في نحن الشمال واح لندك بعض الاوراق قاعدك تحاول تلعب بيب وبمناسبة برضو ما كنتش فاهم ليه ياسين براهيمي ما تتخدش في السكورة او ليه ما تتخدش في القايمة اه اه انت النهاردة في بعد بطاية الماتش اللي انت عادية مش ضغط ضغطة عالية مش بتلعب لو بلوك ولا بتلعب هاي بلوك لانت لعب عادي ميديم بلوك بتقابل من نص ملعبك والدنيا لزيزة لما بدأت تمسك كورة وتلعب كورة المتقبل بلوكيني قرر ان انا مش هلعب عليك جيم كبيرة وانا مش هلعب عليك جيم لأ انا هلعب عليك جيم مش عايزة بقى ابل هند ومسيك الكورة بقى وابطيل لانا اضغط عليك واخد الكورة واحدة لعب وانت تضربني بالتحولات لأ انا هعكس الموضوع هديك انت كورة العب بكورة هقفل لك على مفتاح لعبك وانا اللي هلعب علي المرتدات وعلى التحولات الهجومية وقد كان المنتخب البوركيني عمل اللي هو عايزه بالزبط انا قفلت على مفتاح لعبك اللي هي الاطراف وده اللي حصل بالملي ان المنتخب بوركيني لعب باربعة اربعة اتنين فلات علشان يقدر يقفل الاطراف بتاعت الجزائر لان قوة الجزائر كلها في اطرافها شفناه ماتش اللي فات يوسف عطال مرة اني هارز ويا تنوري مع يوسف بلايلي خطر جدا فقدر ان هو يخلق بوركيني تقدر تقفل اطراف بتاعت الجزائر طيب بعد ما قفلت الاطراف بقى ما ده ماكشغل حل واحد تختارك من العمق تختارك من العمق في نص الملعب في زروكي وبن طالب وفجولي فجولي مش بتاع زمان وزي ما قال حافظ درجو في 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 وابع على ماتش ان سوفيان فجولي مش سوفيان فجولي بتاع زمان كبر في السن بقى يتنقل ما بين الفرق كتير جدا وبالتالي مستوى ابتالى يتراجع فلما بدأت يبيف ماتش النهاردة سوفيان فجولي مش عارف او مش قادر يربط نص الملعب والدفاع بالهجوم مش عارف يربط الخطوة ببعض مش عارف يعمل لينكا بلاي ما بين نص الملعب اللي هو بن طالب وزروكي والهجوم تماما وده خل لك تقعد خمسة واربعين دقيقة مخنوق مش عارف توصل لمرة مبوركيني لا بل بالعكس دي بوركيني كمان بالتحولات الهجومية بتاعتها ضربتك بجول وضربتك في مقتل في وقت صعب جدا في ديها حاجة واربعين خمسة واربعين كان الوقت بضل ضايع فبطلت اللي انت ترتبك ماذا نفعل طب ماذا يدور هل هينزل فارج شعيبي في شكل التاني ولا ايه اللي يحصل ولكن ايه اللي حصل انا برضو مش فهمه من جمال بالماضي طب انت خلاص اعمل تبديلة مركز بمركز تبديلة مركز مركز بدلا تخسر مركزين بدلا تخسر مركزين اعمل تبديلة مركز بمركز خرج فجولي بنزل شعيبي ودينا التحلق لكن انت حاولت تتفنن اكتر لانا اخرج ففيان فجولي وهنزل عمورة يبقى ناحية الشمال وهدخل يوسف بلايلي يبقى هو اللاعب نامر عشر اللي عمل لنقبل ليه ما بين نص ملعقة بين المهاجمين ليه ليه ما هو واحد زي واحد بيساوي اتنين ليه ببقى بتاعتامل واحد زي اتنين بيساوي خمسة ولا انت بقفار بيجري وراحة تجيبنا فانا مش فاهم اللاعب المميز جدا في متخب الجزيرة ان بدأت البطولة هو بغداب بنجاح بغداب بنجاح عامل بطولة مثالية بعيدة انا عاكت جمال بالماضي عامل بطولة كبيرة مسجد لحد دلوقتي اه تلت اهداف جون في ماتش انجولا وجونين في ماتش نهاردة انقذك قدام بوركينا بجوني التاني اللي جابه اه اه جمال بالماضي انا مش فاهمه عقدة حصلت لعقدة بعد ما اخد البطولة في الفين وتسعة عشر لحد بطولة ديا مكسبش ولا مرة في geas Ome african فالفين واحد وعشرين في كاميرون مكسبش ولا مباراة في دور المجموعات و هذه البطولة التانية على التوالي اللي حد دولة مكسبش ولا مباراة في دور المجموعات فشكلت حصلت لها شكلت عقدة عند الجزيرة وعقدة عند جمال بلمضي اللي انا مش عارف اكسب اعمل لي عشان اكسب مع ان عنده اصلاح كتير. عند قرار كتير. وعند تلكتك كتير. وعنده جمال بلمضي عنده. الحمد للذين اللي بتقدم شيء مش فهمه. ماذا يفعل بالماضي? يا رب تردوا عليا في الكومنتات. ماذا يفعل? ليه قد لانك ديورة ما انتخدش? ليه سين براهيمي ما انتخدش? دول اللي برا القايمة. ليه النهاردة قررت انها هبدأ بسوفيان فجولي? معين يا سوفيان فجولي ده اصلا منزلش في الماتش اللي فات ماتش انجولا. ما دخلش الماتش. ما لعبش. فكارات اللي هنت هتجيبه من دار لدنور. تعالى اللي عباسة الدنبوركينا. الساعة عربعة العصر. ودرجة الحرر خمسة اربعين. كده. فليه? محنش فهم. طيب يا عم. قررت اتغير سوفيان فجولي بين الشوتين. نزلش عيبي بقى اللي كان عاملك لينك او بليه ما بين الدفاع ما بين النص الملعب ما بين الهجوم. وبين ناحية محرز ومعمل ثلاثيات. وبين ناحية. اعمل كده. لا. انا اخرج فجولي. وانزل عمورة. وانزل بلايلة بقى نامر عشر. ضربت بالتاني في غمطة عين. لو رمشت عين. لبست التاني. ضرب الجزاء سازجة جدا من نيات نوري. شوت رجلي كبوري. فحسبت ضرب الجزاء دخلت بلتران ترى وتجابت جولي التاني. واجري ورا نتيجة بقى. قعد اجري ورا نتيجة. بعد ما كنت خلاص. واحد واحد. وبتحاول تجيب التاني. عشان تكسب الماتش. ما عندك اربع نوات تكسب الماتش اللي بعده وتوصل ليه? كما تصدر لمجموعة. دولوقات احاطيت في مازك. نفس مازك منتخب مصر كده. اللي هو الماتش الجاي اه ضد موريتانيا. لازم تكسب موريتانيا. لازم لا محالة. تكسب موريتانيا. عشان تسعد على القالة تاني وما تلبس في حد قوي جدا في دورة ستاشر. لانت العطلات التالت لمجموعة هتلبس في حد قوي. كده كده. سنغال بقى كوديفور ناجيريا هتلبس. هتلعب دورة ستاشر من نور. فبالتالي حطيت نفسك في مازك. فليه? انا مش عارف. مباراة عجيبة من الجزائر. مباراة غريبة من الجزائر. شدت افضل. كنت بتحاول. كنت بتوصل. ولكن بلا جدوة انت مش عارف تختارك. ولا اطراف ولا عمك ولا اي شيء. اتمنى يا جمال بن ماضي في مباراة موريتانيا. يرجع التوليفة اللي عملت مباراة انجولا. العب كل واحد في مكانه. ان شاء الله اسماعيل بن ناصر يكون رجع كمان. تلعب بلعبتك. نبيل بن طالب. اسماعيل بن ناصر. فرش عيبي. محرز. بليلي. بغضاء بنجاح. بس انا محرز مش عارف ماله. مش حسه. مش مفيد للمنظومة. ما بي مش محرز بتاع عالفون وتسعة عشر. مش هو. مش محرز بتاع السيتي. في حال غريبة. اتمنى مباراة القادمة محرز يفوق. جمال بن ماضي يفوق. عشان انا مش فاهم ماله. بغضاء بنجاح يكمل عليها ويعملو. او اللي هو بيقدمو. وفي الاخر اتكراري شخص واحد وراي انا. في برات الجزائر ويبوركي نفسه. وقول اللي رايك انت في الكومينتس. ولو الحلقة عجبتك. ساشتعمل اللايك. انا مرة شوفني انا مش صرفك الناف على الجرس. عشان هتجي لك اول ما تنزل على طول حلقة اهوتكان من النار وفيه كمان حلقة كمان ساعتين عن نظرات آآ تونس. فانتظروها بالليل ان شاء الله. ويتبقى العصر شاملاتي تاعتي تويتر وفيسبوك وانستجرام واتلوب تسكريبشن بتاعت. وعمل شراء على فيسبوك على تويتر. وكام معكم مصطفى. شوفكم الحلقة الجاية. سلام.